السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احلى صحاب في الدنيا. شرح اليوم هو طريق اخفاء ظهورك من الواتساب. وبالتالي هتقدر ترد على اصدقائك بدون ما يكون مكتوب لهم هنا متصل الان. خلونا نبدأ في الشرح المباشر. اول حاجة لو بتستخدم متصفح جوجل كوروم او متصفح اوبرا او فاير فوكس الطريقة تنفع على اي متصفح. هنيجي نفتح المتصفح. انا بستخدم فاير فوكس. حاجة ادخل على جوجل. حاجة اكتب في محرك البحث ده. واتساب ويب. واتساب ويب. حاجة اضغط عليها. تاني حاجة لازم اعملها ان انا اضير الاصدار بسطح المكتب. حاجة اضغط على التلات نقط من على اليسار من فوق. وهاجة اعمل اطلب موقع سطح المكتب. لو على جوجل كوروم هتلاقيها مكتوب كده هتعمل عليها علامة صح. الاصدار بسطح المكتب. طيب هنيجي نفتح اول موقع زي كده. واتساب ويب. هيبتدي يزهر معنا كود باللون الاصمر. بعد ما هيزهر معنا الكود ده. هنيجي. نصور بس الكود ده. هنيجي ناخد صورة للكود. وهنخليها كده. وبعدين هنروح نفتح الواتساب بتاعنا. لان احنا هنشغله على التليفون. وهنيجي ندخل على الاعدادات. بعد كده هنختار واتساب ويب. وهاجي اعمل موافق. هجيب الصورة اللي انا صورتها زي كده. وهبتدي اضيف الكود. كده انا ربطت الواتساب ده على المتصفح. هاجي اخرج من الواتساب وهروح للمتصفح اللي انا كنت فيه. هيبتدي يشتغل معايا. هاجي اعمل هنا حسنا اتفهم. بالتالي انا للوقتي لو جيت فتحت الواتساب بتاعي هنا. وحبيت اكلم الشخص مش هيظهر له كلمة متصل. زي ما حضرتك شايف دلوقتي. حاجي اكتب. السلام عليكم. بالفعل هنا بعت لي الرسالة. زي ما حضرتك شايف دلوقتي. حاجي انا ادخل على الرسالة. الرسالة بالفعل وصلتني. هنا مش مكتوب اونلاين. انا فتحت الرسالة. وهارد على الرسالة هيت. وعليكم السلام. كده انا بعدت الرسالة من عن طريق المتصفح. جاتني الرسالة برضو. وبرضو مش مكتوب فوق متصل الان. دي الطريقة وده كان شرح اليوم. اتمنى ان انا اكون افدتكم بالشرح. ولو حسيت انك استفدت بمعلومة يا ريت تدعم الفيديو ده بلايك. اشترك في القناة لو ما كنتش مشارك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.